وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة هنأ فيها جموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة وذلك في فتاحية ملحق مجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وخلال التهنئة أشار الرئيس السيسي لأن هذا اليوم يمثل مناسبة للتذكير بالقيم الإنسانية والأخلاقية للعمل والجد والاكتهاد وحب الأوطان والذين هم أساس الخدمة العامة مشيرا إلى أن العمل بجد واكتهاد قيمة عظمتها الأديان السموية ومجدتها الطباعة الإنسانية أما حب الأوطان فهو شرف لا يحمله إلا المخلصون الذين هم أعمدة بلادهما كما أضاف الرئيس السيسي أنه بعد مرور ثماني سنوات على وضع خطة الإصلاح الإدارية ما زالت تسعى الدولة بأن يصهم الجهاز الإداري في مسيرة التنمية والتقدم لبلادنا بالشكل الذي يليق بنا وبقيامنا وحضارتنا وفي هذا الإطار أكد الرئيس السيسي أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو المؤذن بدخول الجهاز الإداري للدولة في مرحلة جديدة تؤسس للجمهورية الجديدة التي نريدها جميعا وهي جمهورية تسودها قيم العدالة والحوكمة وتكافؤ الفرص وعمادها بناء الإنسان المصري القادر على القيام بدوره الحضاري والتنويري إقليميا ودوليا هذا وثمن الرئيس السيسي الجهود العظيمة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجددا دعوته لأبناء مصر الأوفياء باستكمال مسيرة الأجداد وبذل المزيد من السعي والجهد للحفاظ على ما تحقق من تنمية وكذلك استكمال مسيرة البناء والإصلاح